تعطف كثير من الناس مع الأطفال في زلزال تركيا وسوريا وتساءل كثيرون عن من سيحمي هؤلاء الأيتام ومن سيربهم وحتى الآباء الذين راحوا ضحية الزلزال كانوا مشغولين بمصير أبنائهم يقول الكاتب محمد أمين في مقاله الذي نشره على صحيفة المصرية اليوم يقول إن القصة ليست في من سيرب هؤلاء الأيتام وإنما في تقديم العلاج النفسي والمعنوي لهم من صدمة زلزال جراء معاشه لساعات طويلة تحت الأنقاض وهم يصارعون الموت الكاتب شدد في مقاله على ضرورة التأهيل النفسي ولابد أن يكون في المستشفيات التي يتم إعدادها أطباء مؤهلون وقادرون على مساعدة الأطفال لتجوز هول معاشه تحت الركام ولا يتوقف الأمر عند الأطفال فقط وإنما يمتد إلى جميع الناجين من مختلف الأعمار مشاهدين يقول أساتذة الطب النفسي إن الكوارثة تترك تشوهات نفسية على الصغار يفوق كثيرا تأثيرها على الكبار والأطفال في السن الصغيرة يتأثرون بما يعيشونه أكثر من الآخرين لعدم اكتمال نموهم النفسي وطريقة تفكيرهم ومن هنا يوضح الكاتب أهمية ودور الفريق الطبي النفسي الذي يجب أن يستمع إلى الأطفال ويتيح لهم الفرصة للتعبير عما يجيش في نفوسهم وبعدها يتم تفكيك كل مشكلة على حذى مشاهدين لا يمكننا أن نحصر أقول مساعدة الأطفال على الأطباء فقط بحسب الكاتب فحتى المسؤولون في الحكومة والجامعات والأوساط الشعبية والشرطة هم قادرون على تقديم الدعم كذلك وذلك بتلبية رغبات الأطفال لمساعدتهم على التخلص من الخوف كما يمكن أن يتقدم رجال الإعلام ولاعب الكرة والفنانون فهؤلاء الأطفال كانت لهم هواية ويعرفون اللاعبين والفنانين ويمكن بمجرد رؤيتهم أن ينسوا ما جرى لهم ويندمجوا في قصص وحكاية كثيرة في الختام قال الكاتب أن هذه الأمور البسيطة من شأنها التخفيف على الأطفال الناجين الذين تم إخراجهم من تحت الدمار وتمكنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت فالمهم حاليا أن يمد الجميع يد العون في إغاثة اليتامة والتحلي بالصبر معهم والتخفيف عنهم بكلمات يفهمونها وحكايات يحبونها من الأشخاص الذين يحبونهم حتى يتشجعوا ويندمجوا في المجتمع من جديد إذن نتمنى أن يتمكن المختصون في رسم ملمح البهجة والسرور لدى هؤلاء الأطفال من جديد فشبح الموت ردما قد يضحى كابوسا يطاردهم لسنوات ترجمة نانسي قنقر